جامع الجزائر يعرف تقدما في الإنجاز تشرف عليه شركة صينية لكن السواعد الجزائرية فرصتها في ترك بصماتها متوفرة وبقوة نحن أمنو بالتكويل المهني يجب أن يكون كوسيلة للنمو الاقتصادي ويكون كوسيلة لتجاوب مع المشاريع الكبرى استراتيجية للبلاد التي يجب أن نوفرها لهذا المشاريع العمال المؤهلين المشروع ورشة تطبيقية مفتوحة على كل التخصصات أغلبها جديدة يعتمدها قطاع البناء اليوم التقنيات والخبرة التي تستعمل في هذا المشروع هي متنوعة وكبيرة وحديثة رسكلة المكونين لقطاع التكوين المهني عملية لا بد منها التربص الميداني يكسبهم تجربة أوسع تؤهلهم لتكوين يد عاملة مؤهلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر